اشتركوا في القناة ونزيهة للانفجار الذي كاد أن يقتلع العاصمة بيروت عن بكرة أبيها والذي طالت هزاته الارتدادية دول الإقليم يصارع آلاف الجرحى الموت على أمل أن يبقوا على قيد الحياة هذا الانفجار الدموي ما كان ليحدث لو أن الدولة اللبنانية بكل فئاتها ومكوناتها كانت متحدة ضد التدخلات الخارجية في شؤونها وصطوت العصابة الإرهابية المتمثلة في حزب الله في قرارها السيادي هذه الحادثة عادت للأذهان المخطط الإيراني الإجرامي وسوابقه في البحرين عن طريق خلاياه ومن أبرزها ما يسمى بحزب الله البحريني وسرايا الأشتر وهي الخلايا التي تم إلقاء القبض عليها وتصنيفها في قوائم الإرهاب دوليا هذا إلى جانبي ما تم ضبطه قبل خمس سنوات لمستودعات تحوي مواد متفجرة خزنت في منازل تقع وسط أحياء سكنية معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة مستشار جلالة المالك للشؤون الدبلوماسية ووزير الخارجية السابق كان قد كشف في تصريح سابق لصحيفة الشرق الأوسط في العاشر من سبتمبر عام 2015 عن أن حجم المتفجرات المهربة إلى البحرين عبر زوارق بحرية قادمة من إيران كانت كافية لإزالة مدينة المنامة من الوجود مضيفا أن إيران تحاربنا بالكلاشنكوف والقنابل ومادة سيفور المتفجرة لو لا يقضت الأجهزة الأمنية في البحرين لكان المصير مشابها لمصير اللبنانيين بعد هذا الانفجار الخطير الذي أودى بحياة الكثيرين وأصاب الآلاف نتيجة تخزين مادة ناتيرات الأمونيوم التي تدخل في صناعة المتفجرات هذا ما يحدث عندما يتم اختراق مؤسسات الدولة من قبل أذرع النظام الإيراني التي لا تعرف لغة سوى لغة تخزين الأسلحة والمواد المتفجرة وإراقة الدماء